وننتقل إلى زميل أشرف ليطلعنا على مسار الشمال شكراً كريستيان إذن مشاهدين توقيع ملحق اتفاق بين الحكومة السودانية ومسارية الوسط والشمال بالنسبة لمسار الشمال يتم تقاسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم بنسبة 30% لحكومة الإقليم الشمالي ونسبة 70% للحكومة القومية لمدة عشرة أعوام على أن تأول كل مخلفة التعدين لصالح الإقليم اتفاقية سلام جبل موقع في العام الماضي أقرت أن يحصل إقليماء النيل الأزرق وجنوب كردفان على الحكم الذاتي على أن تعمم ذات المزايا على دارفور التي أصبحت إقليماً لاحقاً في السابع من يونيو بعد آداء مني أركوم الناوي القسم حاكماً لها بدورها أمنت الاتفاقية على أن يتم منح إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان 40% من أي إيراد يتحقق في المنطقتين من الموارد الطبيعية ويستمر هذا الترتيب لمدة عشر سنوات قادمة أما إقليم دارفور فقد نصت الاتفاقية على منحه مبلقة 750 مليون دولار أمريكي سنوياً ترسل إلى صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة طوال السنوات العاشر التالية أيضاً اتفاقية جوبا نصت على تخصيص نسبة 30% لشرق السودان من صاف عائدات الحكومة الاتحادية من الموارد الطبيعية المستخرجة من شرق السودان لصالح ولايات الشرق لمدة سبع سنوات وتم التأكيد على تخصيص مبلغ ابتداء قدره 348 مليون دولار أمريكي لصندوق بناء وتنمية شرق السودان وربما هذه المطالب مستقبلاً تفتح شهية باقي الأقاليم السودانية وتطالب بإعطاء حصتها كاملة مثل ما حدث في اتفاقية جوبا وهو الأمر أيضاً الذي يحدث الآن في شرق السودان حيث يطالب مجلس البجا والعموديات المستقلة بإلغاء مسار شرق السودان بجوبا والإعلان عن منبر تفاوضي لحل القضية إضافة إلى تنفيذ مقررات مؤتمر سينكات وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية جديدة هذا كل ما لدينا كريستيان في هذا الأمر شكراً لك أشرف ترجمة نانسي قنقر